رفضت نقابة أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز تبني مطالب أصحاب مستودعات استوانات الغاز الذين نفذوا اليوم اعتصاماً أمام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيث اعتبرت النقابة مطالبهم غير عادلة بحسب أمين سر النقابة هاشم عقل اعتصام عدد من أصحاب مستودعات استوانات الغاز جاء احتجاجاً على تخلي المصفى عن مسؤوليتها اتجاه أي عيوب في الاستوانات وحصر سحب الاستوانات من مصفات البترول إلا باسم أصحاب المستودعات حيث سيحملهم ضرائب إضافية كون القرار لم يرافقه فصل في العمولة المقررة والبالغة ديناراً وعشرة قروش المعتصمون طالبوا وزارة الطاقة وإدارة شركة مصفات البترول بالعدول عن القرار الذي اعتبروه مجحفاً بحقهم جئنا اليوم نعتصم لننبه هيئة تنظيم الطاقة وكافة الجهات المسؤولة عن الضرر الذي سيحدث غداً في حال مضت المصفى ووزارة الطاقة في تنفيذ قرارهم التعسفي اللي سبق اتخذوه واللي هو يعني تسبب برد الفعل بهذا الاعتصام احنا لا بنعبق ولا بنصنع ولا بنغير صمام ولا بنعمل أي شيء احنا عملية نقل من المصفى للمستودع وطبعاً للوكالة الغاز بأخذ من المستودع بوصلها للمستودع احنا منطالب فصل العمولة ان هذا العقد اكون عادل بين الطرفين وكون فيه فصل عمولة طبعاً هم يعطونا مولة اخر شيء لخمستعش خمسة للتوقيع طبعاً رفضنا لهذا اليوم احنا رفضين الطوقيع طبعاً غداً ما فيش ناس وقعت الا عدد قليل جداً طبعاً بكرة في عمان رح يصير انقطاع غاز